السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله حنشرح مهاضة major nerves of the lower extremity 2 ماينا لي حتكون النيرف عبارة عن catenuous nerve يعني ما حيكون فيه دي الأشياء كلها شرحة المهاضرة اللي قبل بإذن الله حتكون مرة مهاضرة سهلة وحلوة وبسيطة طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أول حاجة بالobjectives describe the nerves of the ankle and food describe the dermatomes and distribution of catenuous nerve in the thigh, leg and foot زي ما قلت بإذن الله حتكون catenuous identify catenuous nerves innervating the foot describe the dermatomes to which they contribute يعني كل نيرف وفين بيروح يغذي describe the distribution of the medial and lateral blunter nerves in the sole of the foot and the toes هذي lateral blunter nerve هناخدها شوية in details طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الobjective الثاني on the dermatomes of the lower limb أول حاجة ايش معنى كلمة dermatome dermatome area of the skin بتعمل سبلاي عن طريق single spinal nerve تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا هذا الانتيرير of the lower limb وهذا posterior of the lower limb سنبدأ أول حاجة بالثاي انا يعني ما هادخل في الديتيلز لانه هناخدها ضحيم بالكتين والسنيرف اللي بتعملها سبلاي عند ال upper part of the thigh بحصلها سبلاي عن طريق النيرف اللي بتجي من ال number 1 middle part of the thigh interiorly بزيلها سبلاي عن طريق النيرف اللي تطلع من number 2 lower part of the thigh بحصل سبلاي عن طريق النيرف اللي تجي من number 3 بحصل سبلاي بعد كين نبدأ في الليج الميدل بحصل سبلاي عن طريق النيرف لتجي من number 5 medialي عن طريق النيرف سجي من number 4 lateralي عن طريق النيرف من ال S1 زي ما احنا شايفين هنا هذه the greater region الآن هناخدها in details ال upper part هتكون برضو نفس الحاجة number 1 هنا جزء من ال lateral جزء بسيط منه بتغذى عن طريق number 2 major part of the posterior aspect of the thigh بتغذى عن طريق S2 وكمان معه middle aspect middle back aspect of the leg وكمان عنده laterally عن طريق number 5 معه كمان جزء بسيط من S1 و medialy زي زي anterior aspect عن طريق number 4 هذه الديرماتومس ما هناخدش في تفاصيل كثيرا فيها سنعرف كثيرا و سنعرف بتغذى كل جزء تكلمنا عنه هنا نبدأ اول حاجة بال gluteal region gluteal region تبدأ من فوق من ال iliacrist ننزل الان فين inferior fold of the bottock هذه المنطقة نسميها فالنهاية gluteal region هذه المنطقة كلها gluteal region لغطية superficial layer of the big مصاز اسمها gluteal maximus مرة كبيرة تغطي منطقة كلها طيب لما نعرف كيف نقسمه نقسمه بخط هنا وخط هنا قسمناها الأربع أكسام هذا هو upper medial part وهذا upper lateral part وهنا lower lateral part وهنا lower medial part نبدأ اول حاجة بال upper medial part ال upper medial part يحصله سبلاي طريق tenuous nerve جاية من posterior ramus of the spinal cord حقت مين؟ حقت ال upper three lumbar nerves اللي هم number one and two وثري زائد upper three sacral nerve sacral one وثري بتعمل سبلاي لمين؟ لل upper medial part of the gluteal region روتير region طيب نقسم ال lateral part lateral upper part من بعمل السبلاي بتجي نرف من anterior ramus of the spinal cord حقت مين؟ حقت two nerves number one اللي هو اسمه ال ilu hypogastric و T12 اللي اسمه subcostal nerve تمام؟ تمام كده خلصتها من upper medial وال lateral طيب نقسم ال lower medial وال lower lateral طيب ال lower part عندنا laterally وهنا medial طيب medial من اللي هيعمل سبلاي ال medial lower part of the gluteal region عن طريق posterior cutaneous nerve of the thigh جاي من فين جاي من الساكرال بليكسس طيب وال lateral lower part of the gluteal region تتغذى عن طريق posterior branch of the lateral cutaneous nerve of the thigh هذا جاي من فين؟ جاي من المبر بليكسس الآن هذين يكملوا معانا في الثاي هنتعرف عليهم بزيادة طيب اه هنا كل الكلام اللي قلناه نفسه ما برجاع عيده اه هنا برضو وفي منطقة اللي هي نبدأ الثاي نقسم الثاي للفرونت وميديال ولاترال وباك طيب نبدأ اول حاجة وهادي كلها حاجة الانتيرير ونقولها احسن مع رسمة نبدأ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم باللاترال كتين وثنرف اللي قلنا جاي من فين؟ جاي من المبر بليكسس طيب بخش مئفين اللاترال and behind هذي مين؟ هذي الانجواني الليقامي فهو بخش اللاترال and behind the inguinal ligament بعد كده يعاب يدي انتيرير and posterior division طيب ما يهم الانتيرير والاستير ديفيجن حقته اهم حاجة اعرفها انه بيعمل صبلاعي لللاترال aspect of the thigh واللاترال lower part of the gluteal من هو اللاترال cutaneous nerve طيب ثاني واحد هيتكلم عنه اللي هو femoral branch of the genitive humeral nerve الجنitive humeral nerve هو بيطلع من اللامبر بليكسس بردو فالفمار الرانش هو بيغذي الميدل اه ايو ميدل below the inguinal ligament in front of the thigh يعني في النص هنا تحت ال inguinal ligament في front of the thigh مين بيغذي الفمار الرانش of the genitive humeral nerve تمام؟ نيجي للمنطقة هذي ايش دي المنطقة هذي اللي هي medial aspect يعني small medial aspect of the thigh below the inguinal ligament من اللي بيغذي فيها ال ili unguinal ili unguinal الذي اخذناه هو بيخرج من superficial inguinal ring و بروح بيدخل مع scrotum و بيغذي مع ال penis فهو بيغذي كمان معهم هنا مين؟ ال medial small area below the inguinal ligament in front of the thigh يعني اتكلمنا هنا عن lateral femoral branch of the genetic fumaral وال ili unguinal مين باقي؟ باقي 2 nerves بيجوا من الفمارal nerve واحد اسمه intermediate catenuous nerve of the thigh واحد اسمه medial catenuous nerve of the thigh دولة كلهم جايين من الفمارل هذا بيعمل supply front of the thigh بالكامل وهذا بيعمل supply medial catenuous nerve of the thigh حتى مين اسمه اخر واحد بنتكلم عنه من هو؟ اللي هو obturator nerve obturator nerve يجي بيعمل supply small area in the medial aspect of the thigh يعني مو حاجة كتيرة small area طيب ال intermediate مع medial مع lateral مع infrabatellar branch of the suffreness nerve رحين حنت تعرف عليه هذي كلها هتعمل بلكسس هنا في knee joint اسمه ايه؟ اسمه بتيلر بلكسس of the nerve ثم the supply to knee joint أو البتلة الموجودة في knee joint في دين منطقة يعني الاسكن حقتها كلها طيب وكذا يكون خلصنا anterior أو front of the thigh نجي المتجد الباك أو ال posterior ونجد نجد نذهب الفضيور طيب نشوف كيف يمشي البستيريوكتينيوث نيرف ليس مهم رسمينه بالكامل يأتي من هنا يبدأ الوار بوردر غلوتيس ماكسيماس مسل و يمشي في مدل البستيريوكتينيوث نيرف و يمشي بيعمل بيرسي لفاشي حقه البربلية الفصة و يعمل سبلاي لسكن و حتى يوصل إلى الأبر بارت من هو هذا؟ هذا البستيريوكتينيوث نيرف يعني هو الماجر نيرف و يعمل سبلاي لباك في نيرف هنا لدينا كلينكا نوت مهمة متعلقة باللاترال كتينيوث نيرف هو نفسه اسمه لأنه يخرج من المرار و هي نفسه بيخرج من المرار اسم الحالة مريلجيا باريسيتيكا ما معناتها؟ ما معناتها أنه يحصل على الكتينيوث نيرف ما هو السبب؟ أكثر من المساعدة أهمها ممكن تعمل ممكن تعمل ممكن تعمل ممكن تعمل الانجوائن لجمس على صفحة كثيرة كثير من الواحد يلبس tight closing مثل الابس الضيجة الجنزة الضيجة البلت الأحزمة مثلا شخص أبيز يلبس مرابس ضيجة هذا أيضا بضغط على الانجوائن لليجمنت ممكن يضغط على الانجوائن لليجمنت وممكن كمان بسبب وجود هنا من الياكس مسل برضو إذا حصل لها أي enlargement يعني ممكن تضغط على الاترال كثير من الانجوائن ماذا سيحدث؟ سيحدث لدينا burning sensation in the lateral aspect of the thigh مع numbness مع lost sensation في lateral aspect نأتي لليج الليج نفس الشيء سنقسمها مثل الثيجة front and back نأتي لفرونت وليج أحسن نفس الشيء نرسمها نشرحها على الرسمة أول حاجة نبدأ بالlateral catenuous nerve اللateral catenuous nerve سنسميه lateral churic catenuous nerve أو ممكن نسميه lateral catenuous nerve of the calf جاي من فين؟ جاي من common broneal nerve هذه common broneal nerve والtibial nerve هتكون تعتبر من major nerve التي شرحت في المحاضر قبل فنربط مع بعض اللateral churic catenuous nerve جاي من common broneal nerve بها من supply لل lateral aspect of the leg تمام؟ هذا الفرونت نكمل معه من superficial broneal nerve هذا برضه يعتبر branch من common broneal nerve في النهاية هنا بجي بيدي دي branch و superficial branch هذا يعمل سبلاي للانتيرير لور part of the leg مع الدorsum of the foot هذا مين؟ السبرافيش كل الدorsum of the foot سبرافيش البرونيال nerve except two adjacent sites of the big toe and the second toe وهي دي المنطقة اللي حين سوينا abduction of the big toe and the second toe هنلاقي دي المساق ونصف در صبع ونصف در صبع هنعمل لهم سبراي دي broneal nerve بس هذا ما يعتبر من nerve of the front of the leg احنا اتكلمنا اول واحد lateral churic catenuous nerve اللي بيعمل سبراي لل lateral aspect وال superficial broneal nerve بيعمل سبلاي لللور front part of the leg وال dorsum of the foot من هنا عندنا medial عندنا السفينس 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 بيعمل سبلاي لل medial of the leg حتى كمان الدorsum البانيون من هنا اول هي البول big toe طيب هادو الثلاثة هم بيعمل سبلاي لل front of the leg نجي لل back of the leg كما نرى هنا three nerves انا تعرف عليهم برده في الرسم افضل نبدأ أول حاجة من فوق كما قلنا هنا من يغذي ال posterior cutane with nerve of the thigh من كبره يصل ال upper part لل back of the leg من هو posterior cutane with nerve of the thigh طيب نعود ال lateral aspect of the leg back of the leg يغذيها lateral cutane with nerve of the calf هو نفسه الذي من قدام نفسه من وراء له اسمين lateral cutane with nerve of the calf نفسه lateral short cutane with nerve الذي يعتبر برانش من مين من common broneal nerve يغذي lateral of the back of the leg يعمل في نفس الوقت communication مع shorter cutane with nerve من غير lateral cutane with nerve طيب من هذا shorter cutane with nerve هذا برانش من tibial nerve tibial اللي هي division tibial و common broneal الـ common broneal يدي lateral cutane with nerve lateral short cutane with nerve والتيبل يعطي short nerve الاثنين يعمل communication و ينزل داخل short nerve يعمل supply to lower part of the posterior lateral surface of the leg من هو short nerve يعني مع بعضهم يكملوا و يعمل supply to posterior lateral aspect of the lower part of the back of the leg طيب اخر حاجه ميدالي نفسه زي اللي من قدام من الصفينيس nerve لكن مين برانش منه مو هو بأساسه برانش منه بتعمل supply للميدال back of the leg كده خلصنا لل back of the leg نجي لقبل اخر موقتة نتكلم عنها اللي هي nerve supply of the dorsum of the food تقريباً دو بيقول جزء منها هو دات dorsum of the food تمام اللي هي من فوق يحصلوا سبلاي عن طريق superficial and deep broneal nerve هدول يعتبروا as the terminate division of the common broneal nerve يعني يجي في النهاية عند the dorsum of the food بينقسم the superficial و deep طيب زي ما قلنا superficial بيغدي اللي هي تقريباً كل الarea of the dorsum of the food except small area اللي هي the adjacent side of the big toe and the second toe مين بيغديها deep broneal nerve و من اسمه superficial broneal nerve بيغدي superficially extensory tinnoculum طيب نيجي ال deep broneal nerve بيمشي deep extensory tinnoculum و بيغدي الجزء اللي قلنا عنه اللي هو مين the adjacent side of the big and second toes طيب small area in the lateral aspect of the dorsum بيتغدي عن طريقة short nerve و medial area until the panion of the big toe بيتغدي عن طريقة صافيه و أحضر الصافيه الفوض صورة الهند لأنه في ارتباط بينهم عندنا يتغدي mainly by the medial planter nerve والlateral planter nerve اللي يعتبر as the terminate division of the tbl nerve عندنا الmedial planter nerve هنشبهه بالmedian nerve median زي بعض تمام لأنه يغدي مثل 3.5 عقلين و 2.3 عقلين من المدين من المدين المدين ماذا؟ بيغذي 1.5 عقلين و 1.3 عقلين من المدين يوجد نرف نفسي تنعم وهو نفس السوفنس نرف بيغضي جزء بسيط من الميدي أسبك لأن البانيون من اللاترال في عندنا هو شورال نيرف اللي قلنا يعتبر الكميونيكيشن من اللاترال كتين والشورال نيرف اللي جاي من الكوممبرونية ونفسه هو جاي من التيبيال فهو بيغضي جزء بسيط بردو من اللاترال أسبك طيب نيجي لآخر جزء اللي هو مين هذي المنطقة اللي يتعتبر الهيل الكعب تتغذى عن طريق الميديال كالكيني البرانش البردو يتعب البرانش of the tibial nerve لا تنسو أن الميديال بلنترال نيرف زي زي الميديال ولا تتعب البرانترال نيرف زي زي الألنر وقلصنا الكتين was in your version of the soul of the food نيجي نيتكلم عن آخر حاجة مطلوبة عندنا في الابجكتيف إنو نتكلم in details about the blunter median and lateral blunter nerves زي ما قلت لكم اعتبر الميديال بلنترال نيرف terminal branch of the tibial nerve its arise beneath the flexor retinocular يمشي من تحت flexor retinocular of the food بعد كده يمشي deep لما يصل abductor hallucis تمام بما انو اسمو medial plantar nerve حيمشي مع medial plantar artery ما في اسم منها بعد كده بيخش between the abductor hallucis and the flexor digitorum briefis بما انو بيخش بينهم يعني غصبا عنو لازم اديهم nerve supply دحينو نشوف بعمل supply المين as a muscular branch as a motor يعني بيعت supply abductor hallucis اللي مشي بينهم طيب ومعهم كمان من flexor halusus brevis لانو اساسا كلهم دولة جنب بعض بيمشوا فيان till medial site of the food of the soul of the food وكمان معهم من the first lembrical muscle هي نفسها زي مين زي الموجودة في الهاند the cutaneous branches زي ما اقول انو بيعطي three and half fingers and three and two two and two thirds of the soul of the food medialy بيعملها sublime وكمان بيقول لك انو بيروح extended in the door some of the food يعني بيروح من قدام يعني من هنا ان دور some of the food بيغدي معاها اللي هي nails tip of the toys كده يعني بيجي من وراء وبيغدي شوية من هنا طيب هذا مين ال medial planter nerve وزي ما اقول هو يعتبر زي كأنو medial nerve اللي في الهاند in the ball ومده طيب اللاتر planter nerve برضو بيعتبر as the terminal branch of the tibial nerve بيمشي مع اللاترال planter artery زي اسمه هو lateral planter nerve هيمشي مع lateral planter artery طيب اول ما بيوصل للبيز of the fifth metatarsal wound هذا ال fifth metatarsal wound لما بيوصل للبيز حقها بدايتها يعني بيعطي superficial و deep branch طيب نحن هنعرف كل واحد بيغضمين اول حاجة هو بيغدي quadratus plantus والabductive digital minimi digital minimi لانه هذي حقته الصباح الصغير وهو جهته جهته lateral فاشا كده بيعملها subline وبيعمل ketenuous branch لمن lateral third of the soul of the food مع one and half fingers of the soul of the food الموجودة في lateral side طيب قلنن هو بيعطي superficial deep branch السيبرفيشل بتعمل subline reflexor digital minimi مع interosseous muscle نحن نوريكم من الانتر ايوه 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 المسلز الموجودة الميتاتارس البون الميتاتارس البون حيكون في الاساس اللي بينها موجودة انتر ايوه طيب ايوه ايوه مثل media plantar nerve اما deep يذهب قليلا medially ويمشي مع lateral plantar artery من superficial ويعطي adductor halusis عكس مين عكس medial plantar nerve يتم supply abductor halusis مع السيكن والثير والثير المبيركال مع كل الانتر اوسيس مصل ما عادة الموجودة في الفورث انتر ميتاتارسل سبيس هذه الانتر ميتاتارسل سبيس لهم السبلع للفرس والسكن والثير ما عادة الفورث ما بعملها سبلعي من هو الديب رانش افدا الاترى بلنتر بالنيرف وبكده يكون خلاصة المحاضرة أتمنى تكون فهمتوها مني وما اخبطتكم او حاجة نصيحة لو تبتتذكروا النيرفز هذه احسن تشوفوها كل ما بتشوفوها هتتذكروا مكانها هتتذكروا هي بتغدئ وبتلفي قارب